تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال بعد فوز برشلونة الكبير على فيا ريال الحلقة بتيجيكم كالعادة بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك وبدعوكم تشتركوا في القناة سيلفي سبورت على يوتيوب الآن وبعدين ندخل بالتفاصيل حلقة اليوم لأنها المباراة الأولى الرسمية لكم بدنا نحكي فيها بشكل عام من تفاصيل اللي قائدنا نتكلم عن برشلونة بشكل عام اللي شفنا اليوم شو تحسن وشو تراجع وشو ناقصه عشان نشوف الفريق عم بتطور خليني أكد كل اللي بنتكلم فيه الآن بناء على مباراة بل هي ربما على شوت شوت الأول تحديدا اللي حسمت فيه كل الأمور بس كان فيه إشارات إيجابية لازمين حكي عنها كان فيه شوية نواقص أيضا لازمين حكي عنها أول ملاحظة ربما الجميع الآن تكلم عن سواريز سجل هدفين اليوم صنع هدف وكان فيه كلام كتير إيجابي عن دور سواريز مع أتلتكو لكن غياب سواريز عن برشلونة أيضا ربما له جانب إيجابي بالنحية الدفاعية بيانت اليوم يعني لم يعد هناك إلا لاعب واحد فقط الفريق بيحمله في حالة الدفاع اللي هو ليوني الميسي فشفنا لما يرجع الفريق مع جريزمان وكوتيني وفاتي وهذا بنلقى فيه تسع لاعبين خلف الكرة يعني الكرة مع الخصم وهم يخلفها بيدافع عن فريقهم تسع لاعبين مش ثمانية هذا الحالي أفضل بتقلل زوايا تمرير الخصم بتقلل مساحات اللي ممكن يلعب فيها الخصم والمفروض مع الزمن تكون إيجابيتها الدفاعية ملموسة أكثر في الشكل الهجومي اللي راح لكمان هو 4-2-3-1 دي يونغ متأخر أكثر عن بوسكتش فاتي يسار ميسي متحرر تماما وأقرب أنه هو يكون المهاجم الوهمي وعاليمين جريزمان وبودخل كثير في العمق هون في مشكلة عم تتكرر من الموسم الماضي لو تكرر هذا الشكل إنه جريزمان يكون يمين تلقاه بدخل بالعمق كثير أو لما جريزمان يكون هو اللي بديلعب بالعمق كمهاجم ميسي يكون عم بيلعب خلفه أكثر مما يكون عاليمين فبتصير الجهة اليمين شبه معزولة والظاهير الأيمن بصير خارج اللعب كثير زي ما شفنا اليوم فالمطلوب الجناح الأيمن لو يلعب جريزمان أو دمبلي أو مين مكان يقوم بالدهر اللي قام فيه فاتي على يسار جناح وبسجل جناحه بيدخل بس بلعب بلعب على الطرف أكثر وبشغل الجهة اليمنى أكثر زي ما فات يشغل اليسرى في شكل ممتاز مع آلبا والموسم الماضي كانت في عيب كبير لبرشرون هي ارتداده من الدفاع للهجوم كان الفريق ميت في هذه الناحية اليوم كان ارتداده كثير أفضل ساهمت ارتداده بتسجيل أهداف بإجبار فيا ريال لأنه ما يغامر كثير حتى بعد الهدف الأول أو الثاني ارتداد اليوم كويس مهم جدا يتكرر في المباريات الجاي وشفنا طبعا دور دي يونغ المقتلف تماما اليوم اللعب يلعب أكثر كأنه هو المحور الوسط الدفاعي عند الفريق اللي بيرتكزه عليه عند الصعود بالكرة وبعد ما الفريق يصعد للترث الثاني بتلقى بياخد جهة أقرب لليسار عشان يكمل مع آل بوفاتي ودائما بوفر نفسه كزاوية تمرير ولعب موجود للعبين لما يتذاقوا وما يعرفوا يمرروا الكرة للأمام أو بالعرض يرجعونه للخلف دي يونغ كان دوره التكتيكي ملموس وواضح ربما حيخف دوره الإيجابي هجوميا بس حيظل دوره الإيجابي تنظيميا ومن صناعة لعب كثير مهم وحيلاحظه أكثر وأكثر في مباريات جاي إذا ظلوا مرتاح في هذا الدور طبعا بعيدا عن أهداف فاتي بس لاحظنا اليوم أنه عنده حرية أكبر حرية أكبر بأنه يخذ على عاطقه مبادرة الانطلاق للثرت الأخير مبادرة الانطلاق للهجوم على عاطقه يربط مع آلبة على عاطقه يقول للفريق يلا بنا ندخل منطقة جزاء حرية أكبر اليوم لفاتي مع كوما من اللي شفناها في الماضي مع ستين أو مع فالفردي حرية مهمة جدا بالنسبة لفاتي فاتي بالنسبة إلي ولي شفنا اليوم أنه هو شعلة طاقة إيجابية شاب صغير بدأ عنده كثير أشياء يثبتها مش زي المعظم الموجودين اللي جاب كأس عالم واللي جاب دور أبطال أوروبا واللي لا لا هو عنده كثير أشياء يثبتها فعنده الشيء رغبة من الحماس من الطاقة اللي حتأثر على زملائه فكثير مهم فاتي يثبت أساسي عشان الفريق محتاج روحه فريق فعلا روحه السنة الماضية كانت بطفية طبعا من الأشياء اللي سلبية اللي هي غريزمان بهذا الدور محتاج أكثر تركيز محتاج أكثر انسجام عشان يلعب لأنه ما بيلعب اليوم يعني لمساته قليلة دوره في صناعة اللعب دخوله في اللعب قليل جدا لعن مع حسمة المباراة وصارت أربعة سفر كأنه مش موجود أيضا روبرتو بهذا الوضع هو تقريبا غير موجود يعني ربما الآن لما يجي بيانيتش يتحسن دور روبرتو لأنه مفروض بيانيتش يلعب مكان بوسكتش ويقدر يوصل له كورات أكثر ويفكر أكثر في مسألة تحويل اتجاه اللعب أيضا بوسكتش واضح مش منسجم كثير في دوره الجديد أنا أعتقد هنا غريزمان بوسكتش روبرتو هم الثلاثة اللي أماكنهم مش مضمونة بالشكل اللي شفناه اليوم محتاج لو يجي بيانيتش وقدر الفريق اليوم كان عنده مشكلة في تحويل اتجاه اللعب من اليمين لليسار والليسار اليمين فرق كان صح حطوا الكورب العمق ويرو على اليسار ويضغط أو اليسار ويرجع العمق ويضغط بس كان مش قادر يوصل اليسار باليمين المفروض لما يجي بيانيتش يكون هو هذا اللاعب المسؤول لما تجي له الكورة يفتح لعب على اليمين غريزمان المفروض يتمركز بشكل يساعد بيانيتش ويساعد روبرتو بهذا الشكل أو ربما تيجي أفكار أخرى ترينكا أو ديمبلي في لعبين كثير ممكن يلعبوا في هذا الدور الضغط بعد افتكاك الكورة كويس بس لسه بده شغل الزيادة العددية في منطقة الجزاء الهجومية ممتازة جدا اليوم بالنسبة لبرشلونة ولافتة للغاية كثير تحسن عن الموسم الماضي الاستحواذ أقوى الاستحواذ فيه جودة لعبة وسط فيه لعبي المستعدين يقاتلوا على الكورة يحافظوا عليها شفنا ديون كوتينيو بيحافظوا على الكورة وبيقاتلوا على الكورة مش بس ميسي اللي بيعمل هذا الشيء بيحاولوا يضعوا على الكورة دائما عن نهاية الثلث الثاني مشارف الثلث الأخير للخصم وبالتالي كانوا دائما عم بيقدروا يخلوا الاستحواذ في مناطق خطيرة كل هذه إيجابيات شفناها اليوم برجع أذكر أنا بحكي عن الصورة الإيجابية اللي شفناها أو الصورة السلبية في بعض الأشياء بس كلها مباراة بتنحتاجين أكثر من مباراة عشان نحكم السرعة بشكل عام أيضا اللي عانا منها برشلونة السنة الماضية في الشيط الأول كانت أفضل الحالة البدنية بتشعر أنها أفضل بس لساتنا بنحكي أيضا مباراة واحدة خلينشوف تأثير دست وبيانيتش على هذا الفريق لأنه لو قدروا ينسجموا في المنظومة قدر بيانيتش يكون اللاعب اللي ممكن يحط كرة بالعمق بدل ما ميسي يضطر يرجع يحط كرة على اليمين ينقل اللاعب على اليسار حيكون فارق كبير لبرشلونة برشلونة تقريبا فكرة تغيير تجاه اللاعب من اليمين لليسار نسيها أخر سنتين في كرة القدم محتاجين هذا اللاعب ربما يكون هو بيانيتش دست ربما يكون هو الظاهير الأيمن اللي فيه ثقة أكثر من اللاعبين فيدوروا عليه أكثر روبرتو الثقة سمين طبعا طلع بس دول اتنين فقدوا الثقة أنه أظهر أيمين خلينا نحكي بشكل عام المباراة أعطت روح لجمهور برشلونة أعطت رسالة لجمهور برشلونة هذا الفريق بهذول الموجودين بدون حتى صفقات حتى الآن فريق جيد جدا الفريق ممكن يطلع منه هذا الشي أنا غرت فيه زمان قلت لو قدر كومان يطلع بس من الموجودين هدولا بس سبعين تامين بمية منهم حيصير برشلونة صاحب أفضل سوق في إسبانيا لكنه الآن كومان أمامه رحلة كبيرة أمامه أيضا تحدي كبير لازم ما ننسى لهو التحدي الأكبر اللي هو السيطرة على ميسي بدون غضب حتى يبشي الموسم وميسي ينسى اللي صار بالصيف وينسجم تماما في الأجواء هذا مرخص عن اللقاء الأول الحلقة الجاية طبعا ستكون تفصيلي أكثر عن المباراة بس هذه طبعا أعتقد أن الحلقة أولى عنكم اللي لازم نتكلم بهذه الفكرة بوصل هنا من هذه الحلقة بدعوكم على الاشتراك في قناة سيلبي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله